حقيقي بين سائرون والفتح من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة عماد الحكومة يشيد من بيت الصدر بابتسامة الظهفر تضحك الأطراف التي ظنت أنها أقرب من قبل لرئاسة الوزراء على الخلطة يضيفون التوابل ويجتمعون في أي مكان ووقت الوزارة خير من النوم منصب وحيد والكل يريده يضعون البرامج ثم يعودون للتعديل عليها ويتداولونها بينهم وكأنها نص سماوي مقدس مزيد من الاجتماعات التي لم تفضي حتى الآن إلى شيء لا أرى هناك أسماء محددة بشكل رسمي لرئاسة الوزراء نسمع تداول تقريبا من 9 إلى 10 أسماء في الساحة السياسية لكن ليس بشكل رسمي لذلك نحن دعونا القوى السياسية الكبيرة أو القوائم الكبيرة إلى إعلان أسماءهم المعارضة خيار لمن لا يقوى على مجارات الفائزين قد تبدو حلا أمثلا وعندما توصد الأبواب بوجه الكتلة التي قل حصادها في موسم الانتخابات تندفع باتجاه المخرج المهجور ذاك يقولون 5 أو 6 رجما بالغيب تتسيد مشهد التحالفات والإقناعات وتندفع بما تعتقد أنها سيصل بها إلى عنق الحكومة أو يقف عند هرمها ولا مزحزح له لأربع سنوات فللكبير ما ظفر وللصغير ما نال ولا فرق بين الكتل إلا بالمقاعد ولكل كتلة النصيب أعتقد سوف تشكل معارضة لأن هناك بعض الأطراف لا تستطيع الحصول على مناصب بالنصعوب جدا لا تمتلك بقاعد وهناك أطراف تعارض أو لا تتفق أو لا تقترب لأطراف أخرى وبالتالي سوف تفرض وتجبر على الأطراف الأخرى أن تذهب إلى المعارضة جفى الحبر البنفسجي من على أيدي الناخبين إذن هي المرحلة التي يفترض أن تحصل الآن لكنه فصل الخواء السياسي وما في بطونها لم ينوا الموافقة المرجعية لقاءات تعقد هنا وهناك لم يجني منها الإعلام غير البيانات الرسمية لكلاسيكية التقليدية والنتائج غائبة يقولون إنهم يتجهزون لتشكيل الحكومة وملامح ذلك لا تبدو حقيقية فتغير القناعات تتبدل كما كل شيء يتبدل في العراق فكيف الأمر إذا كان متعلقا بتشكيل الوزارة حذاري من التفريط بالمنصب فمن الفرقان اختار رئيسا للوزراء وينتهي الأمر وإن اعترض الشعب يقال له ها أنت انتخبت ونحن نعمل لمصلحتك المشكلة تكمن في تشكيل أكبر الكتل أو لنسميها سياسيا الحاجزة بالسباق نحو رئاسة الوزراء سرمد الفاضل غشيد بغداد